سنشهد ثورة في مجال الهواتف الذكية حيث تستعد شركة فيفو لإطلاق أقوى هواتفها خلال الأشهر القادمة القليلة وهو الفيفو X9 Pro Plus وسيكون بطل الهواتف الجديد بدون منازع لما يملك من مواصفات عالية وثورية لذلك في هذا التقارير سنوافق بأهم المواصفات لهذا الهاتف ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيديو لتحفزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء تقنية فبعد إطلاق شركة فيفو سلسلة الفيفو X80 من قبل ها هي الشركة تستعد لإطلاق سلسلة جديدة وهي الفيفو X90 ومن بينها الهاتف الأقوى وهو الفيفو X90 Pro Plus فقد نشر المسرب بنجزكين على حسابه تويتر بعض مواصفات الهاتف وتصميمه فالهاتف سيأتي بتصميم مشابه إلى تصميم هاتفها السابق الفيفو X80 Pro فتصميم الظهر منقسم إلى جزئين الجزء العلوي سيحتوى على الكاميرا داخل إطار دائري مع لون أسود غامق ذو لمسة نهائية أيضا سنجد بجانب الكاميرات الخلفية فلاش من نوع LED مع وجود علامة الزعس وهذا يعني أن الشركة ستستخدم هذه العلامة لكاميراتها بينما الجزء الآخر فيأتي مطفي وغير لامع مع وجود شعار الشركة ورح يتميز الهاتف بشاشة خرافية من سامسونج الجيل السادس ورح تكون منحنية ومن نوع أمولد بحجم كبير 6.78 إنش أيضا تتميز الشاشة بدقة عالية وهي 2K مع معدل تحديث رهيب 144 هرتز لذلك الشاشة ستقدم لك سلاسة وسرعة في التصفح أو التنقل بين التطبيقات وهذه هي التفاصيل الموجودة حاليا للشاشة في انتظار كامل التفاصيل عليها ووفقا للتسريبات فإن الهاتف سياتي بحساس بحجم كبير 1 إنش وهو نفسه الموجود في هاتف شاومي 12 اس إلترا حيث سياتي بأربعة كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بحساس سوني آي ميكس 989 بحجم 1 إنش وتدعم أيضا الجيمبل أو اس والثانية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل بحساس آي ميكس 500 و 98 وهي للتصوير الواسع والكاميرا الثالثة ستأتي بدقة 50 ميجابيكسل بحساس من سوني أيضا وهو الاميكس 758 مع الزوم 3 إكس حقيقي وهي للطلفوت وآخر كاميرا ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل للبروسكوب أيضا ستحتوي الكاميرا على معالج الفيفو V2 وبالنسبة لكاميرا السيلفي فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل وهذه الكاميرات ستكون برعاية الشركة الألمانية المختصة في مجال الكاميرات وهي الزيس هذه العلامة علامة ممتازة وقوية موجودة حاليا بكثرة في الهواتف الذكية لذلك توقع آداء قوي جدا من هذه الناحية وسيكون المنافس الشرس لهواتف أبل وهونر وغوغل الجديدة أيضا هاتف الفيفو إكس 90 برو بلاس سيأتي بأحدث معالجات كوالكم وهو سناب دراجون 8 جي أنتو وراح يتم إطلاق هذا المعالج في 15 نوفمبر فهذا المعالج رح يكون أكثر كفاءة وقوة من معالج جهاز سابق سناب دراجون 8 جي أنوان أيضا الهاتف سيأتي بذاكرة هي الأسرع حاليا من سامسونج وهي الـ UFS 4.0 مع 256 أو 512 جيجا بايت وسيأتي برام من نوع جديد والأسرع أيضا LPDDR5X مع رام 12 أو 16 جيجا رام لذلك راح تكون تجربة ألعاب رهيبة جدا وأكيد أن الهاتف سيدعم نظام تبريد سائل وهذا للحفاظ على درجة الحرارة أثناء اللعب المكثف وبحسب التسريبات سيأتي الهاتف بسرعة شحن رهيبة 120 واط مع الشحن اللاسكي بقوة 50 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط مع بطارية بحجم 4700 ميلي أمبير وسيعمل الهاتف بالنظام الأوندريد 13 مع واجهة الفيفو فانتوش أو اس 13 أيضا الهاتف سيدعم صوت ستيريو ويدعم الـ IR للتحكم في الأجهزة الكهربائية ويدعم أيضا مقاومة الماء والغبار بشهدة الـ IP68 على العموم كانت هذه بعض التسريبات فيما يخص الهاتف المنتظر بقوة وهو الفيفو X90 برو بلاس وسيكون منافس قوي جدا لباقية الهاتف في هذه الفئة السعرية فمن منكم متحمس لإطلاق هذا الهاتف وهل سيكون بهذه المواصفات هو الأقوى حاليا رجاء أن شاركونا رأيكم في التعليقات دومتوم في رعاة الله وحفظه